النهاردة استمر وزراء الحكومة المستقيلة في تسيير الأعمال تنفيذاً للتكليف الرئاسي ومن الأشياء اللافتة البيانة اللي صدر النهاردة عن دكتور محمد معيت وزير مالية بشأن الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025 حيث الموازنة الجديدة راعت التوجه العام للدولة والبنود اللي كانت في بيان الرئاسة مبارح في تكليف الحكومة الجديدة الموازنة ركزت على دفع جهود التنمية البشرية خاصة في مجال الصحة والتعليم واستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري ودعم النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الانتاجية الصناعية والزرعية والاهتمام بالحماية الاجتماعية للفئات الأكتر احتياجة الموازنة شهدت زيادة المصروفات العامة حوالي 29% ومن الأمور الواجب الوقوف عندها استفاء نسب الاستحقاء الدستوري للصحة والتعليم مخصصات الصحة وصلت 496 مليار جنيه والتعليم قبل الجامعي 565 مليار والتعليم العالي والجامعي 293 مليار جنيه البحث العلمي 140.1 مليار جنيه وزادت مخصصات الأجور ل 575 مليار بعد رفع الحد الأدنى الأجور وزيادة أجور العاملين بعد مكانة 494 مليار جنيه وفقا للعام المالي 23-24 اشين